ما صرفت كتير أروح مركز متقدم؟ ده اللي بالطلب يعني ده اللي بالطلب ده اللي بالطلب طبيعي أني لو صرفت طبيعي أني أروح ده اللي بالطلب ده الأساس أني أنا بصرف عشاني أبقى في مكان مميز في حالات بتعتمد على شخصية بتاعت الفرق نفسها بالراجب للمدير الفني بدي ثقة اللعبة وده اللي حصل في المحل عاجبيني جدا بصراحة بلعبوا كرة على الأرض مش خايفين مش خايفين من أي فرق عندهم لعبة عندها خبرات لأنه ده حتى الدعمات اللي جابها جاب محمد جابل جاب ريكو طور في أداء بعض اللعيبة يعني مصطفى العيش ده كان لعبة كليفت لقيته بلعبوا مساك وهم بقاعد زيكو بقاعد برة يمكن كان عن معتقد زيكو اللي هو المساك بتاعهم ورح ملعب إهاب جلال نحت الشمال ورح ملعب المعاز الحناوي وده الأكتر لعيب عنده مهارة في الملعب فوافي بدأ بفوافي إدى ثقة اللعيبة بمكسب يمكن أن تنهار ده المحلة من الفرق المتغلبتش المحلة هلأ ما تيجي بصّلها من الفرق اللي هي في المكان الرابع في الجدول سبع بونت فوزين وتعادل أداء رائع كذب أسوان فأسوان كذب الإسماعيلي اتعادلوا مع المقاولين فأنا شاف المحلة من الفرق بس هي التكملة أنه يكمل هتكمل إزاي النهار ده السنة اللي فاتت لما بدأوا مع عودة بدأوا كواس قوي لكنه إزاي في فرق بتبدأ كواس قوي لكن تنهي كويس أو لا هي دي المشكلة لأنه كمان مع الوقت الفرق بتأخذ بالها منك أنت بتبدأ صغير بتبدأ بتمشي بالراحة بالراحة لما بأخذ بالي منك بألعبك بطريقة مختلفة أمل مين من قناعتك الفرق اللي جهزت كويس البنك الأهلي عجبني على فكرة سراميكا كويس سراميكا بدأ كويس لكن هو النتاج بتاعته مش كويس دعم كويس قوي النهاردة سراميكا من أكتر الفرق اللي صرفت وجهبت بدأين تأيبوكا مع أحمد ياسر ريان مع حوالة 4-5 لعبة من سموحة فأنت نهاردة عملت فرق تيدي لكن بدايتها كانت رائعة ما نشوف بدايته مع الناد المصري كانت بداية رائعة جدا وكسب الناد المصري لكن النهاردة بتتكلم على هزيمة من الزمالك وهزيمة تقيلة من البنك الأهلي وبقول على تقيلة لأن البنك الأهلي كان كويس أول وممكن نتيجة بتبقى أكتر وللي ما تقيلة من الزمالك لا أنا مهبوس الزمالك لما تيجي تلعب الزمالك الزمالك سهل أن يكسب يعني أنا شايف الزمالك الحالة بتاعته الفرقة لكن لما تلعب فرقة في مستوىك ودي غير منها ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة دي بتبقى كارسة بتبقى صعبة جدا لكن أهلي والزمالك لما يكسب أي فرقة طبعا يكسب أي فرقة